خريج كلية هندسة لما بيقدم على شغل بيتقاله في المقابلة الشخصية كلمة جميلة جدا اللي درسته ده حاجة والشغل حاجة تانية خالص نفس الكلام ده بقوله للطلبة أحيانا لما بتسمع درس نحو بتبسط جدا وبتحس اللي انت فاهم جدا جدا وان درجات النحو كلها خلاص بقت في جيبك لكن مع اول قطعة نحو بتتعقد جدا وبتحس اللي انت مش فاهم جدا جدا وبتحس اللي انت مش عارف تحل اي حاجة جدا 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 فانا عايز ابشرك ان الاحساس ده طبيعي جدا 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 لان قطعة النحو ما بتعتمدش بس على المعلومة اللي انت عارفها لأ قطعة النحو محتاجة مهارة وانت بتحلها اسمها مهارة حل قطعة النحو هتقول لي اي دي مهارة جديدة ولا اي دي اول مرة اسمع عنها المهارة دي هقول لك هي مش جديدة ولا حاجة بس يمكن ما تسمعهاش كتير او محدش بيقولها كتير لكن بجد حل قطعة النحو دي مهارة لازم تدرس كويس جدا ولازم تتعلم كمان طريقتها فاحنا في الفيديو ده مش هدفنا اللي انت تركز على المعلومة بقدر اللي انت تركز على الطريقة بتاعت الحل تشوفني ازاي بحل قطعة نحو فاحنا هنحل دلوقتي قطعة نحو للصف الثالث الاعدادي لكن لو انت سنك اصغر من كده او اكبر من كده مفيش مشكلة خالص اللي انت تسمع وتستفيد فيه اعرابات كتير هقولها هتلاقي نفسك محتاجها مهما كان انت في اي صف بصتها لك نعم ما اقامه المصريون الوحدة بين عنصري هذه الامة فلقد وحدوا كلمتهم لنصرة الحق فالكل يسعى لهدف واحد هو اعلاء شأن بلدنا الحبيب فكم من دسائس واجهوا ولكنهم وقفوا امامها مؤكدين للدنيا معظمها ان الامن والامان تصنعهما النفوس القوية فيا ابناء الوطن لا يخضع عنكم احد وكونوا عصبة تصلوا للعلا اول حاجة كده بداية حضرتك لازم تقرأ القطعة مرة او مرتين على اقل دي منسميها كراءة الفهم يعني لازم تقرأ القطعة مرة او مرتين تفهم هي بتتكلم عن ايه ندخل بقى على اول كلمة عايزنا عاربها اللي هي كلمة كلمتهم فانا دلوقتي المطلوب مني ان لنا احدد حاجتين الحاجة الاولينية نوع الجملة اللي انا عايز اعريبها الحاجة التانية اللي انا اطلع اركان الجملة هتقولي تاب انا بحدد نوع الجملة ازاي هقولك بحدد الجملة من اعرف فعل او من اعرف فصلة ينفع من عندها ابدأ جملة جديدة المهم لو بصيت هنا هلاقي فين اعرف فعل اللي هي كلمة وحده يبقى هبدأ من عندها الجملة وهسأل نفسي على طول هو مين اللي وحد لان انا بمجرد معرف ان الجملة دي جملة فعلية مطلوب مني اعرف مين الفعل وفي مفعول به ولا لا بعرف الفعل ازاي بسأل عليه به هو مين مين اللي وحد الواو الجماعة للمصريين اللي هي عيدة على المصريين وحدوا ايه كلمتهم يبقى كلمتهم دي هي دي الحاجة اللي وحدوها يعني معنى كده ان هي دي المفعول به يبقى عربها مفعول به منصوب وعلامة نص به الفتحة تاني كلمة عايزة عربها هي كلمة الحبيب وعشان تعرف تعرب الكلمة دي لازم الاول تحدد نوع الجملة وبعد ما تحدد نوع الجملة تطلع الاركان بتاعت الجملة دي يعني لو كان الجملة اسمية تطلع المبتدأ والخبر لو كان الجملة فعلية تطلع الفعل والفاعل والمفعول به لو هو موجود وبعد ما تطلع الاركان شوف بقى الكلمة اللي انت عايز تعربها دي هل هي من الاركان ولا هل هي حاجة غير الأركان اللي احنا بنسميها الزوائد فانا وظيفتي دلوقتي لانا حدد بداية الجملة بداية الجملة عنده الضمير هو هتقولي طب معلش سؤال صغير انت على اي اساس حددتلي ان بداية الجملة عنده هو طب ما انا ممكن اقولك بداية الجملة عنده يسعة هقولك صح انت صح يسعة دي بداية الجملة وهو برضو دي بداية الجملة وهقولك قاعدة جميلة كده احفظها وما اتطلعهاش من الزاكرة بتاعتك اي ضمير منفصل هيقابلك في القطعة على طول غالبا الضمير ده مبتدأ والكلمة اللي بعديه ايا كانت هي خبر فهمت يا سيدي ليه ابتدأت من عنده هو علشان دي اقرب بداية جملة اللي هي هو هتعرب مبتدأ خلاص يبقى دي بداية الجملة طب والكلمة اللي بعديها اللي هي كلمة اعلاء هتعرب خبر جميل يبقى معنى كده ان كلمة الحبيب مش ركن كويس جدا فقدم مش ركن يبقى هي لاما مضاف اليه او حال او نعت او تمييز او اسم مجرور او ظرف او اي حاجة من الزوائد اللي احنا اخدناها غير الاركان فتعال نجرب مع بعض الحبيب تمشي مضاف اليه هقولك لا ما ينفعش لان قبليها اسم معرفة اللي هي كلمة بلدنا هتقولي ايه اللي عرفها هقولك لانها اسم اتصل بها ضمير على طول اي اسم يتصد بي ضمير على طول وانا مغمط ده معرفة والمضاف اليه شرطه الاساسي والوحيد انه لازم ييجي قبليه اسم ناكرة فخلاص ما نفعش مضاف اليه هتقولي تبتعال نجرب الحال هقولك ما تنفعش تبقى حال لان الحال لازم يبقى ناكرة والحبيب هنا معرفة هتقولي تب يمكن تميز هقولك برضو ما ينفعش تميز لان التميز لازم يبقى ناكرة هتقولي بس بس خلاص انا عرفت الاجابة تقريبا والله اعلم يعني ان كلمة الحبيب دي بدل هقولك ليه بدل هتقولي لان بلدنا لقب واللي بييجي بعد اللقب بيعرف بدل هقولك الكلام ده من الصح بلدنا فعلا لقب لكن شروط البدل ايه ان ييجي بعد اللقب اسم والمقصود بالاسم هنا اسم شخص او اسم مدينة او اسم حاجة يعني مش اي كلمة اسم تبقى هي بدل لا مش ده المقصود وانما المقصود بالاسم هنا هو اسماء الاشخاص واسماء المدن واسماء الشهور هو ده المقصود بيها فهنا كلمة الحبيب اسم شخص اسم مدينة اسم حد هتقولي لا هقولك بس يبقى مش بدل هقولك لو كنت انا قلت بلدنا مصر كانت مصر هنا بدل ليه لان بلدنا لقب ولما ييجي بعدها اسم حاجة اسم بلد اسم شخص في الحالة دي هقولك اه الاسم ده بدل لكن كلمة الحبيب مش اسم شخص هنا ولا اسم مدينة هتقولي تبتعال انجرب النعت هقولك هي فعلا النعت هتقولي ليه هقولك لان كلمة الحبيب عندي معرفة وقابليها اسم معرفة لها كلمة بلدنا يبقى كده الشرط الاولين التي عن نعت تتحقق الشرط التاني اللي انا بسأل على النعت بما يصفت ما يصفت بلدنا انه حبيب اه يبقى الشرطين عندي تتحققه يبقى هعرب الحبيب نعت بس استنى نعت ماله هتقولي مش عارف هقولك لا احنا لازم نرجع بقى نعرب الكلمة اللي قبليها علشان نعرف نعرب النعت لان النعت بيعرب على حسب اعراب الكلمة اللي قبليه لو اللي قبليه مرفوع هو مرفوع واللو اللي قبليه منصوب هو كمان منصوب ولو اللي قبليه مجرور هو مجرور زيه برضه هتقولي تب بلدنا دي اعربها ايه هقولك بص يا سيدي بلدنا دي مضاف إليه هتقولي ليه هقول لك أنا شرحت المضافئ ليه قبل كده بالتفصيل لكن هقول لك الخلاصة بتاعته لو أنت عايز تعرف المضافئ ليه بسهولة المضافئ ليه لازم ييجي قبليه اسم ناكرة والاسم الناكرة ده لا يقبل التنوين في الجملة هتقول لي مش فاهم هقول لك مش كلمة شأن اسم ناكرة هتقول لي آه هقول لك طيب ينفع حط لها تنوين وقرأ الجملة بالتنوين مش لوحيدها لا أقرأه في الجملة ينفع أقول هو إعلان شأن بلدنا هتقول لي لا ما فيش حاجة اسمها شأن بلدنا هقول لك بس أي اسم ناكرة لا ينون الكلمة اللي بعديه مضافئ ليه طبعا معدل ممنوع من الصرف والجامع المذكر السالم والمسنة وبما أن بلدنا مضافئ ليه مجرور وعلامة جره الكسرة يبقى الحبيب نعط مجرور وعلامة جره الكسرة ثالث كلمة مطلوب مني إعرابها كلمة مؤكدين هقول لك يلا يا سيدي هنحل إزاي هتقول لي أول حاجة ما نعرفش الكلمة دي لازم نحدد نوع الجملة الأول هقول لك اللي أنا نور عليك ممتاز حدد يلا نوع الجملة هتقول لي هنرجع لآرف فعلة وآرف فصلة عندي في فعل اللي هنا اللي هو كلمة وقف هقول لك ممتاز جدا هتقول لي بعد كده بقى حدد الأركان علشان أعرف هي مؤكدين دي فعل أو فاعل أو مفعول به ولا حاجة غير كده هقول لك اللي أنا نور عليك هتقول لي هسأل بهو مين مين اللي وقف هم اللي هي واو الجماعة دي وقفوا إيه ومؤكدين تقريبا والله أعلم مفعول به هقولك قبل ما تسأل بإيه لازم تبقى فاهم الأول يعني مفعول به مفعول به ده هو الحاجة اللي الفاعل عملها يعني الموضوع مش موضوع رص حاجات جنب بعض وطلع أي إجابة وخلاص لا طبعا لازم حضرتك تبقى فاهم أنا بقولك إيه دي عشان تسهلك لكن لازم تبقى فاهم أنت يعني إيه مفعول به المفعول به هو الحاجة اللي الفاعل عملها يعني أنا هنا لو سألتك الحاجة اللي وقفها المصريين هي كلمة مؤكدين هتقولي لا طبعا هقولك جميل يعني معنى كده إن كلمة مؤكدين دي مش مفعول به يبقى احنا كده هندور على الكلمة دي في الزوائد زي الحال والمفعول لأجله والمفعول المطلق والنعت والتوكيد والبدل والمضاف إليه تعال نجرب كده مضاف إليه المضاف إليه لازم ييجي قبليه اسم ناكرة وعزم هنا ناكرة تعال نجرب ننونها وننطق الجملة بالتنوين ينفع قول أمامها بعزم مؤكدين آه نفعت والله ينفع قول بعزم مؤكدين يبقى مؤكدين على طول هنا ما تنفعش تبقى مضاف إليه هتقولي بس بس خلاصا عرفت الإجابة هقولك إيه هي هتقولي نعت مش محتاجة تفكير دي هقولك ليه هتقولي اسم ناكرة اسم ناكرة على طول يبقى نعت لإني مؤكدين ناكرة وعزم ناكرة هقولك المعلومة دي مش دقيقة حبتين مفيش حاجة اسمها أي اسم ناكرة قبليه اسم ناكرة نعت النعت ليه شرطين إنه هو يبقى ناكرة ناكرة أو معرفة معرفة والشرط التاني اللي زي الشرط الأولين في أهميته اللي أنا بسأل عنه بما صفت هنا مؤكدين فعلا اسم ناكرة وعزم اسم ناكرة لكن اسأل كده بما صفت ما صفت العزم إنه مؤكدين لا طبعا يعني ما تنفعش نعت تبتعال نجرب الحال هتقولي هو إيه شروط الحال أصلا هقولك الحال شروطه يا سيد إنه هو يبقى ناكرة بيجي غالبا في الجملة الفعلية بسأل عنه بكيف فكلمة مؤكدين دي ناكرة الشرط الأولين اتحقق الجملة فعلية اللي هي وقفه الشرط التاني اتحقق أسأل عنه بكيف كيف وقفوا أمامها حالهم كان عامل إزاي وهم مواقفين أمامها مؤكدين يبقى تمام يبقى الكلمة دي حال الحال دايما منصوب حال منصوبه علامة نصبه لي بعد كده كلمة النفوس تصنعهما النفوس أرجع أحد بداية الجملة طبعا الفعل جنبها هبدأ من عند الفعل هي مين اللي بتصنعها؟ النفوس يبقى النفوس فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وبعد كده كلمة أحد لا يخضى عنكم أحد ما تعربش حد بداية الجملة بداية الجملة من عند الفعل يخضى عنكم هبتدى طلع الأركان هو مين اللي هيخضعكم؟ أحد يبقى أحد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة اخر اعراب عندي وكونو عصبة هتقول لي ايه دا ايه دا مش كونو دي تقريبا اللي هي كانو اخواتها اللي هي اسمها الافعال الناسخة هقولك ايوة كانو اخواتها دي يا سيدي بترفع اسمها وتنصب خبرها وفي قاعدة كده عايزك تسمعه وتحفظه صم كانو اخواتها وانو اخواتها اول ما يتصل بهم ضمير على طوله انت مغمض الضمير دا اسمها يعني كونو اتصل بها ضمير اللي هي الواو والجماعة يبقى الواو دي اسمها يبقى انا دلوقتي بادور على خبر كان كونه ايه؟ عصبة يبقى عصبة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة دلوقتي احنا خلصنا سؤال اعرف ما تحتها وخط وندخل على سؤال استخرج اول حاجة طالب مني لان استخرج بدل وابين نوعه اول ما تسمع كلمة بدل دي على طول وانت مغمض اول حاجة هتدور عليها اسم اشارة بعديه كلمة فيها الف ولام ثم اختار الكلمة اللي فيها الف ولام وتقوله دي بدل مطابق لو ما لقيتش دور على اي لقب او اي وظيفة بعدها اسم وطلع الاسم ده وقوله ده برضو بدل مطابق لو ما لقيتش بقى ساعتها بقى دور على البدل البعض من كل او بدل اجتمال هتقول يعني بدل بعض من كل او اجتمال هقولك لا ارجع بقى لدرس البدل واسمعه كويس وانت هتفهمه ان شاء الله هتلاقي مشروح على القناة بتاعتنا على اليوتيوب بس اتهالك فتعالوا ندور دلوقتي مع بعض على اسم اشارة بعدها الف ولام نشوف فيه موجود ولا لا نعم ما اقامه المصريون الوحدة بين عنصرية هذه ايوة هذه امسك اهي جميل اسم اشارة جي بعدها الف ولام هتقول لي اه الامة هم طلع له كلمة الامة وقال له ده بدل نوع مطابق او كل من كل هقولك طيب فيه بدل تاني هتقول لي تعالى ندور تقريبا والله اعلم كلمة معظمها تنفع هقولك ايوة تنفع صح معظمها ده بدل بعض من كل ازاي عرفت ان ده بدل بعض من كل ان كلمة معظم جزء من الدنيا يبقى ده معنى كده ان هي جزء منها يعني بدل منها تاني حاجة فيها ضمير عاد على الدنيا بس خلاص فينفع برضو اطلع له كلمة معظمها واقول له ده بدل بعض من كل تاني حاجة بيقول استخرج اسلوب متح وحدد الفاعل والمخصوص بالمتح اسلوب متح هو نعمة ما اقامه المصريون الوحدة الفاعل دايما هو الكلمة اللي موجودة بعد نعمة وبئسة والفاعل هنا ما الموصولة اللي هو ما او من لان احنا قلنا فاعل نعمة وبئسة لاربع حالات من ضمنهم حالة ان هو يجي ما او من الموصولة ويعرب اسم موصول مبني في محل رفع فاعل جميل انا دلوقتي بقى عايزة اوصل للمخصوص بالمتح فين الحاجة اللي انا بخصها بالمتح هتقول لي انا حاسس كده والله واعلم ان المخصوص بالمتح هي كلمة المصريون هقولك لا الله يصلحها لك هي مش بالأحاسيس اركل كده احاسيسك على جنب شوية تعالي كده شوية على جنب يا احاسيس المخصوص بالمتح هو الكلمة اللي انت فاهم من الجملة ان هي مقصودة بالمتح ان احنا بنمدحها فانا بقولك نعمة ما اقامه المصريون الوحدة ايه اللي انا بمدحه في الموضوع ده هتقول لي الوحدة هقولك اي والله نور عليك هي دي انا مش بمدح اقامه المصريون مش ده اللي انا بمدحه انا بمدح الوحدة اللي المصريين عملوها تالت حاجة عندي بيقول استخرج منادة واعربه لو دورنا هنا على منادة هتلاقي كلمة فيا ابناء الوطن كلمة ابناء هي المنادة هتقول لي بس انت تستخرج الحاجات بسرعة جدا أنا لما باجي استخرج حاجة ما بلاقيهاش بالسهولة دي يعني المفروض لما تيكي تستخرج حاجة تقرأ القطعة من أول وجديد كلمة كلمة علشان تلاقي الحاجة اللي انت بتدور عليها مش تبصلي بصتين تلاتة كده على السريع وتقولي لا أصلا أنا مش لقيها يبقى أبناء دي منادة لكن عشان عريبه لازم الأول تعرف هي دا منادة مضاف ولا شبيه بالمضاف ولا مفرد هتقولي يعني مضاف ويعني شبيه بالمضاف هقولك مضاف يا سيدي يعني جاي بعديه مضاف إليه كلمة أبناء هنا جاي بعديها مضاف إليه هتقولي كلمة الوطن آه مضاف إليه لأن أبناء اسم ناكرة ماينفعش ينون في الجملة ماينفعش أقول أبناء ون الوطن ماينفعش وأي اسم ناكرة لا ينون في الجملة الكلمة اللي بعديه مضاف إليه هقولك جميل يبقى المنادة بتاعك هنا مضاف تب المنادة المضاف والشبيه بالمضاف بيعربوا إيه؟ بيعربوا منادة منصوب يبقى أبناء منادة منصوب وعلامة نصبه الفتحة آخر حاجة عندي في الاستخراج بيقولك استخرج ممنوع من الصرف وبين سبب منعه من الصرف أول ما حد يقولك تطلع من القطع دي ممنوع من الصرف أول حاجة تدور عليها هي صيغة منتهى الجموع يعني صيغة منتهى الجموع يعني كلمة جمعة فيها ألف النص بعدها حرفين أو ثلاثة ما لقيتشي دور على أي اسم تفضيل اللي هو على صيغة أفعل زي أجمل أطول أمهر ما لقيتشي دور على أي اسم مؤنس على طول أي اسم مؤنس على طول وانت مغمض ده ممنوع من الصرف تعالوا ندور بها الأول على صيغة منتهى الجموع هنا لو دورنا على أي كلمة جمعة فيها ألف النص بعدها حرفين هتلاقي كلمة دسائس فالدسائس هنا صيغة منتهى الجموع عرفت منين ألف بعدها حرفين وكلمة جمعة خلاص وانا مغمض يبقى دي صيغة منتهى الجموع فاكتب له في الممنوع من الصرف دسائس تب سبب المنع أقوله لأنها صيغة منتهى الجمهور ندخل بقى على سؤال جيم بيقول لي رقم واحد نعمة نقط ضع مكان النقط مخصوص بالمتح أول ما يجيب لك نعمة يقول لك حط بعديها مخصوص بالمتح اعرف أن المخصوص بالمتح ما ينفعش يجي بعد نعمة مباشرة لازم تجيب فاعل يفصل ما بين نعمة والمخصوص بالمتح أو تجيب كلمة تمييز يعني مثلا لازم تقوله نعمة صفة التعاون أو نعمة صفة التعاون لكن ما ينفعش لما تحب أن تجيب التعاون مخصوص بالمتح تقول نعمة التعاون على طول ما ينفعش نعمة والمخصوص بالمتح ما بيجوش ورا بعض أبدا لازم الفاعل يبقى في النص ولو ما فيش فاعل لازم يبقى فيه تمييز بينهم هما الاتنين تاني سؤال بيقول لي ارتفعت مصر مكانة اجعل التمييز بدلا هتقول لي هو فين التمييز أصلا هقول لك التمييز هي كلمة مكانة لأن التمييز لما شرحناه قلنا لما بيجي مع الجملة الفعلية بيبقى أصله كان ينفع يجي مكان الفاعل أو ينفع يجي مكان المفعول به فهنا كلمة مكانة قبلها فاعل فلو جينا نحطها مكان الفاعل هتمشي ينفع أقول ارتفعت مكانة مصر فدايما التمييز بعرفه منين في الجملة الفعلية أنه ينفع يجي مكان الفاعل لو قبلي فاعل أو ينفع يجي مكان المفعول به لو قبلي مفعول به هتقول لي تاب ازاي حول التمييز لبدل هقولك مش المكانة دي جزء من مصر هتقول لي اه هقولك طيب ايش روط البدل البعض من كل او الاجتمال هتقول لي ان هم يبقى جزء من المبدل منه رقم واحد رقم اثنين ان لازم غالبا يبقى فيهم ضمير عايد على المبدل منه هقولك جميل مش المكانة دي جزء من مصر هتقول لي اه هقولك يبقى الشرط اللي اولا نتحقق الشرط التاني مكانة دي فيها ضمير عايد على مصر هتقولي لا هقولك خلاص حط فيها ضمير هتبقى ارتفعت مصر مكانتها هتقولي طب هو البدل ده يبقى نوعه ايه هقولك ده بدل اجتمال لان هنا المكانة هي مش جزء حقيقي من مصر وده جزء معنوي انا كده خلصت الشرح بتاعي واتمنى ان الشرح يكون عجبكم ولو الفيديو عجبت ما تنساش تعمله شير علشان الناس كلها تستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته